يصادف الثلاثين من شهر إلول من كل عام ذكرى اليوم الدولي للترجمة تزامنا مع عيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس ويرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين يلي تأسس عام 1953 ليا ابتداء من عام 1991 أطلق الاتحاد فكرة الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة كيوم معترف به رسميا وذلك لإظهار تعاضض المترجمين في جميع أنحاء العالم ولتعزيز مهنة الترجمة في مختلف الدول ولا نحكي أكثر عن هذا اليوم ودور سوريا الرائد بمجال الترجمة صبحنا غير اليوم مع الأستاذ حسام الدين خدور مدير مديرية الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب صباح الخير أستاذ وأيضا الدكتور ممدوح خسارة عضو مجمع اللغة العربية مجمع عفون اللغة العربية صباح الخير دكتور صباح الخير أستاذ أهلا وميت سهلا فيكم صباح الخير ويساعد صباحكم كل عام وأنتوا بألف خير خلينا يمكن نعرف المشاهدين أكثر عن يوم العالمي للترجمة يمكن فيه كثير من الناس ما بتعرف شو هو يوم الترجمة العالمي شو الفعاليات أو النشاطات اللي بتقوموا فيها أريد أن أضيف أيضا أنه في هذه السنة اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 30 أيلول يوما عالميا للترجمة فصار دوليا بحق تحتفل به كل البلدان المنضمة إلى الأمم المتحدة هذا من ناحية من ناحية أخرى في هذا اليوم يتداعى المترجمون في كل أنحاء العالم إلى الاحتفال في هذا اليوم تبادل الخبرات والآراء والتجارب في هذا الميدان ويسترجعون تاريخ هذه المهنة المغرقة في القدام حيث لا يوجد تاريخ لبدء هذه المهنة هذه المهنة بدأت مع الإنسان ويمكن أن نقول حتى اللغة هي شكل من أشكال الترجمة حتى اللغة الأم هي شكل من أشكال الترجمة لكن حيث هناك قومان هناك جماعتان تتكلمان لغتين مختلفتين هناك ترجمة بينهما والترجمة هي الوسيلة للتفاهم بين الجماعات هي الجسر الذي يصل بين الشعوب وهي الجسر الذي يصل بين الشعوب ومن خلاله تنتقل الثقافات من شعب إلى آخر فالترجمة مسألة إنسانية لا يمكن لا يمكن أن نتخيل أن هناك مجتمع لا توجد فيه ترجمة وفي عصرنا الراهن هي شرط من شروط التقدم والتطور والحياة حتى حيث أنها تتخلل جميع مفاصل الحياة الاجتماعية لنتخيل الآن في عصرنا الراهن أنه لا توجد ترجمة لا نستطيع أن نستخدم هذه الآلات لا يمكننا أن نستخدم أدوات حياتنا اليومية تتعطل عجلة العمل نوعاً حقيقةً 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 الترجمة تتخلل حياتنا اليومية في كل مفاصلها وبالتالي هي ضرورة حياتية كما هي ضرورة لنقل الثقافات ونقل الأفكار وتبادل الخبرات بين الأمم والشعوب نعم خلينا ننتقل للدكتور ممدوح أهلا وسهلا فيك معنا اليوم خلينا نحكي دكتور ونعرف المشاهدين على أثر الأدب المترجم على اللغة العربية وأثر اللغة العربية على الأدب المترجم أولاً اللغة العربية مدينة للمترجمين في تطورها وتقدمها إنما هي مدينة للترجمة وللمترجمين فلولا المترجمون الذين تصدوا لنقل المفردات والكلمات والنصوص من الأجنبية العربية لما كان لنا اليوم لغة معاصرة نحن نتكلم اليوم لغة معاصرة حديثة من الذي صنع هذه اللغة ومن الذي أوجد هذه اللغة إنما هم المترجمون لولا المترجمون ما كنا نستطيع أن نقول قناة ولا نستطيع أن نقول فضائية وما كان عندنا شيء مقابل لسيارة أو غواصة أو حاسوب أو شابكة فالترجمة هي التي طورت لغتنا نحن مدينون للتراجمة ولا سيما الإكفياء منهم لأنهم هم الذين زودوا لغتنا بالمفردات المعاصرة الضرورية لتطور حياتنا وتقدمها ويساعد المترجمين أيضا الإعلاميون الذين يقومون بالنشر وترويج هذه المصطلحات والكلمات والأساليب التي يتوصل إليها المترجمون فعندما نقول ما أثر الترجمة نقول الترجمة هي التي حدثت لغتنا هي التي طورت لغتنا هي التي جعلت لغتنا لغة معاصرة نستطيع أن نتفاهم فيها حول قضايا العصر كما هي لغة تراثية ونستطيع أن نتحاور ونتفاهم فيها فيما مضى من تاريخ أمتنا وتراث أمتنا فالترجمة بالنسبة للأمة العربية هي ضرورة حياتية إذا كانت بالقياس إلى غيرها من الأمم حاجة من حاجاتها قد تكون كمالية ولسيما عندما تكون الأمة متمتعة بذرجة عالية من التقدم العلمي والتقاني أما بالنسبة لنا نهل العرب فهي حاجة ضرورية وحياتية كما تفضل الزمين وقاله ولا نستطيع أن نتصور لغة عربية معاصرة حديثة دون أن نستفيد من جهود المترجمين وجهود الكتب المترجمة أستاذ حسان حكيت نقطة كثير مهمة لا يمكن أن يقوم مجتمع دون ترجمة خلينا نحكي أثر الترجمة على المجتمعات مثل ما قال الدكتور ممنوح على المجتمعات العربية خصوصا يمكن من مئات السنين معروفة ترجمة الكثير من العلماء مثل ابن سينة وابن رشد كتبهم ترجمة للغات أخرى لانتشار الفكر والثقافة العربية نحن أصحاب حضارة عمره آلاف السنين هذا صحيح لكن أولا أريد أن أشكر الدكتور ممنوح على شهادته بأهمية الترجمة وأثرها في اللغة العربية حقيقة اللغة التي لا تترجم تكتب على نفسها الموت حكم الموت حقيقة وبالتالي الترجمة إلى اللغة هو الذي يمنحها النصغ الحياة ونحن كعرب ترجمنا وترجم لنا عبر التاريخ فمهدتنا الأولى بدأت بترجمة علوم الشعوب التي سبقتنا في مضمار الحضارة كاليونانيين والرومان والهند وفارس وغيرها لكن الحضارة الغربية قائمة على حضارتنا لكن من ثم من ثم بعد ذلك هضمنا علوم تلك الحضارات وأضفنا إليها والشعوب الأوروبية التي أتت متأخرة ترجمت ما أضفناه إلى علوم وثقافات الشعوب التي سبقتنا أيضا وما ترجمه الأوروبيون من علوم استند في كثير منه إلى الثقافة العربية التي كانت بوابتها إلى أوروبا الأندلوس وكثير من مدننا في الشرق وهذه حقيقة تاريخية لا يستطيع أحد أن ينكرها فمدرسة الترجمة في الأندلوس كانت البوابة العلمية التي أضاءت للأوروبيين الطريق إلى ثقافات العالم التي استوعبتها الثقافة العربية واستندت إليها في نهضتها لاحقا نعم دكتور ممدوح خلينا نحكي عن الترجمة بسوريا اليوم يمكن دائما سوريا ولادة دائما سوريا يمكن مواكبة التعليم ومواكبة الخبرات الصحيحة والتطور أكيد خلينا نحكي اليوم الترجمة بسوريا أداش هي يمكن موجودة بين الناس أداش هي عم تدرس بالشكل الصحيح أداش هي عم تمارس بالشكل الصحيح إذا كان الترجمة وجوه وأنواع فثمت نوعان رئيسية الترجمات هي الترجمات الأدبية هي الكتب الأكدادية والترجمات الألمية هي الكتب العالمي العلمية وفي هذا الميدان فإني أرى بأن سوريا هي البلد الأكثر تقدما في ميدان الترجمة الألمية إلى اللغة العربية وهذا ما يهمون الآن الترجمات التاريخية والأدبية والفنية لا أنكروا أهميتها ولكن ما نريده نحن في صنع مجتمع علمي متقدم إنما يكون عن طريق ترجمة العلوم وكتب العلوم العربية في هذا الميدان تقف سوريا في الطليعة لماذا؟ لأن سوريا عربت التعليم في بلدها وهي تقريبا الدولة الوحيدة التي عربت جميع مراحل التعليم في حين أن هناك دول العربية الأخرى ما زالت يعني تعرب مادة وتترك مادة تعرض كلية وتهمل كلية أما سوريا فبحمد الله التعليم فيها معرب وعندما نقول التعليم معرب أن تعليم الطب والهندسة والرياضيات والفيزياء والنوويات وكل العلوم هذا يحتاج إلى كتب مترجمة ولذلك قامت سوريا بدورها الكبير في ترجمة أمهات هذه الكتب أول كتب التي ترجمت إلى العربية في علم الطب إنما ترجمتها سوريا الطب الداخلي لهاديسون ومعجم الصلاحات الطبية كثير اللغات وكثير معظم كتب الطب ترجمتها العربية نأتي إلى الرياضيات أول موسوعة ترجمت من مصطلحات الرياضيات ومن كتب الرياضيات كانت إلى اللغة العربية في الفيزياء أيضا فسوريا أنا أرى بأنها تحتل المقام الأول في الترجمة العلمية هذا كان نوع من الحفاظ على الهوية العربية واللغة العربية حكيت نقطة كثير مهمة طبعا بعض البلاد العربية لم تترجم يعني بعض البلاد العربية ما زالت تعلم باللغة الأجنبية أو الفرنسية باستثناء العربية ومو كلها هذا نوع من الحفاظ على الهوية العربية لهذا البلاد تختضي مننا واختضط مننا أن يكون تعليمنا باللغة العربية وكما تعرفون التعليم باللغة العربية يحتاج إلى كتب منهجية ومرجعية هذا الكتب كثير منها بحكم الواقع الآن هو مؤلف اللغات الأجنبية فقام آباؤنا وإخواننا بترجمة تلك الكتب العلمية إلى اللغة العربية ونحن نفخر مثلا بأنه عندما أقيم مركز للتعريب وترجمة والنشر اختيرت له دمشق لتكون مقرا لهذا المركز لماذا؟ لأنهم يعرفون بأن دمشق هي حاملة لواء التعريب وبالتالي هي حاملة لواء الترجمة العلمية إلى اللغة العربية قد يقول سبقنا غيرنا في ترجمة روايات أو شعر أو كذا ولكن المعول عليه هو الترجمة العلمية لأننا نريد أن نخرج أبناءنا متعلمين بمختلف ميادين العلم وهذا لا يتأتى لنا إلا عن طريق الترجمة العلمية صحيح أستاذ حسام بنهاية لقائنا خلينا نحكي اليوم عن الفعاليات التي قمت فيها في اليوم العالمي للترجمة الفعالية الأساسية التي نعد لها وستقوم غدا هي الندوة الوطنية للترجمة بعنوان الترجمة في سوريا مشكلات وحلول وسيشارك بها بالإضافة إلى مدرية الترجمة في الهيئة العامة السورية الكتاب اتحاد الكتاب العرب بل مع اللغة العربية اتحاد الناشرين جامعة دمشق ممثلة بالمعهد العالي للترجمة وهي ستقوم على يومين عملها ستدوم يومين في مكتبة الأسد الوطنية وأنتم مدعوون لحضور فعاليات هذه الندوة حيث ستقدم فيها الكثير من الأبحاث في شتى الميادين التي تواجه الترجمة من مشكلات نظرية وعملية وفي تقدير هذه الفعالية من أهم الفعاليات وأصبحت في بلدنا بشكل أو بآخر تقليدا ثقافيا سنويا حيث أن هذه الندوة هي الندوة الثالثة التي تقام على التوالي في بلدنا فقط في دمشق ولا في المحافظات؟ الندوة الوطنية في دمشق هي الندوة المركزية طبيعي هناك نشاطات فرعية في شتى المحافظات لكن الندوة الوطنية هي في دمشق هي ندوة مركزية وسيقدم فيها أبحاث مشاركون من محافظات شتى نعم سيد حسام نحن أكيد بنتمنى لكم كل التوفيق وموفقين وأكيد أنا بدوري بدي أدعي أكيد المشاهدين أنه كمان يشاركوا بهذه الفعالية وهذه الندوة اللي رح تقوموا فيها شكراً كتير لحضورك دكتور ممدوح شكراً كتير لحضورك وأهلاً وسهلاً فيك أشكركم وأشكر لكم أن تدعوا الناس جميعاً والمتمين لقضايا الترجمة والتعريف بهذا اليوم العالمي شكراً جزيلاً على صباحاتكم شكراً لكم شكراً لكم لا أدري أنتم وضعتم رسالة المترجمين السوريين إلى بقية مترجمي العالم نحن أصدرنا رسالة باسم المترجمين السوريين إلى المترجمين العرب وبقية المترجمين في العالم لا أدري أن وصلتكم هذه الرسالة نعم هلأ ما نشوف أكيد إذا وصلتنا أكيد رح يتم عرضة حكتيرنا نشكركم شكراً لكم أتمنى أن تعرضوها إذا وصلتها شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم